والعجب أحبائي تصور وقال الله ليكن نور أول جملة قالها الشيطان في التشكيك أحقا قال الله يريد أن يشكك بصدق كلمة الله فكلمة أميت أو أليثينوس أليثية سواء بالعبر أو لأن تتكلم عن تجسيم هذا الحق المتأنس في شخص يسوع وسؤالي لكل واحد من يستطيع أن يتجرأ ويقول أنا هو الطريق أنا هو الحق أنا هو حيم الحياة من أي نبي أي رسول يستطيع أن يقول هذه الكلمات ويتحدى متحديا فإذا ما تحط ليش المسيح في مصاف رسول ولا نبي عشان تدافع عن نفسك لا لا كلمات يا إما تؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد أو لا تؤمن به إطلاقا لكن نبي وحكيم وصالح وصانع معجزات سيبك من هالخزعبلات لأنه يا بتكون مؤمن أو غير مؤمن وأريد أن أقول لرجال الدين المسيحيين اللي بيساوموا واللي بيتهادنوا على حساب الحق الكتابي أقول لهؤلاء انتبه ربنا يرحم إنه تبيع يسوع المسيح من أجل مسايرة فالكتاب واضح لا يتنازل ولا يساوم ولا يتهادن في هذا الموضوع اشتركوا في القناة